السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً وسهلاً بحضرتكم معكم أحمد عبدالهدي من قناة مصر ربنا فضحهم في ضيح أبجراجل وكشف سترهم ورانا فيهم يوم كانوا دايماً بمجرد ما يحسوا أن هناك ثمت انتهاكات من قبل السلطات في أي بقعة من بقاع العالم وبالذات على مستوى المنطقة العربية كانوا بيتشالوا وبيتهبدوا ونكتشف أن أكتر من 30-40 دولة تصدر بيانات في مواجهة الدول دية بيدفع عن حقوق الإنسان إلا أنه ومنذ أيام قليلة وجئنا بأن في قلب شوارع فرنسا تظاهرات غير عادية في مواجهة الحكومة الفرنسية وفي مواجهة إيمانويل مكرون رئيس فرنسا بسبب قانون قررت الحكومة الفرنسية تفرضه على الشعب الفرنسي رغم أنفه وطبعاً بعيداً عن سلطات البرلمان الفرنسي ومشت الكلام اللي في مزاجها رغم أنف الشعب الفرنسي النتيجة انتفاضة غير عادية شارك فيها ملايين من المتظاهرين النتيجة صدمات ما بين الأمن وما بين الشعب الفرنسي النتيجة انتهاكات ارتكبت من قبل رجال الأمن الفرنسي ضد المتظاهرين إلى درجة أن وزير الداخلية الفرنسي بعضمت لسانه أعترف وقلب الحرف الواحد تم اعتقال مئات من المتظاهرين ليه؟ أصلي فيه عناصر مندسة تخريبية جو المتظاهرين وإحنا قررنا أن نتصدى ليهم وده حقنا تكواجع في حقك طيب أنت ليه هضمت الحق ده أساساً في قلب الدولة الإيرانية مثلاً ليه هضمت حق الدول العربية وبالذات دول زي مصر ودول زي تونس خاصة وإني كان معروف أساساً أن هناك قوى إرهابية عخض صفقات قزرة مع هذه الدول الغربية من أجل إثارة الفوضى في قلب المنطقة العربية يعني تصدى رجال الأمن للمخربين في قلب الدول العربية له ما يبرره طب أنت عندك بقى إيه؟ يعني مبررك إيه ساعتك؟ ما فيش أي نوع من المبررات هم فقط لغير قرروا يختلقوا مبررات اللي هي إيه؟ عندنا عناصر تخريبية البلاك بلوك الناس ديها تندسد في قلب المتظاهرين وارتكبوا عمليات شغب وبالتالي إحنا لابد أن إحنا نتصدى ليها طب إيش معنى؟ فين بقى أصوات الأجهزة الدولية؟ المؤسسات الدولية؟ الأمم المتحدة؟ فين البرلمان الأوروب بساعتك؟ لبمجرد ما أي مظاهرات تشتعل في أي دولة في قلب منطقة الشرق الأوسط نفاجأ بأن ألاف التصريحات من قبل الأجهزة الأوروبية والأمريكية والأممية تضامناً مع المتظاهرين؟ ليه ما فيش سريخ ابن يومين تضامن مع المتظاهرين في فرنسا على الرغم من أنه هم ملايين مش زي إيران مجموعات تعدى على الأصابع وكان بيرتكبوا عمليات شغب حقيقية بالتنسيق مع أمريكا ومع دول أوروبا لهدف في نفسه يعقوب من أجل إطارة الفوضى في قلب الدولة الإيرانية فين بقى التضامن؟ منظمات حقوقية بدأت تدق أجراس الخطر لما تفضحت في ضيحة بجلاجل لانتهكات على عينك يا تاجر واضحة للجميع أمام الجميع فما كان منهم إلا أن هم بدأوا يكشفوا اللي حصل ويدينوا اللي بيحصل ليه؟ لأن منظرهم عد مقزز جدا وعد مفضوح لأن هم بمجرد ما بيحسوا بأي تظاهرات بيولعوا الدنيا أكتر ما هي والعة طب ما بالك الوضع في فرنسا ملايين المتظاهرين تم الاقتداء عليهم من قبل رجال الأمن النتيجة أن الشعب الفرنسي تصدى لرجال الأمن يعني رجال الأمن هم اللي بدروا بالأول شوفوا حضراتكم رئيس رابطة حقوق الإنسان اللي هو باتريك بدوان الرابطة دي فرنسية قال الإنجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية وإضفاء طابع العنف على العلاقات بواسطة الشرطة وأعمال العنف على أنواحها والإفلات من العقاب تشكل كلها فضيحة في قلب دولة فرنسا شوفت الهنة اللي احنا فيه؟ واتهمت الرابطة السلطات الفرنسية بالمساس بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب للقوة اشربوا ربنا يفضحهم أكتر وأكتر منظمة هيومان رايت سووتش مش تغزلا في جمال حقوق الإنسان هيومان رايت سووتش دايما كنا بنشوفها أو المنظمة بتطلع في حالة تصاعد المظاهرات في أي بقعة من بقاع المنطقة العربية وبالذات منطقة الشرق الأوسط كانت بترقع بالصوت الحياني فضلت بعد مرور حوالي عشر تيام كاملة من الانتهاكات اللي بيرتكبها رجال الأمن الفرنسي لحد ما أصدرت بيان يتيم وتافه ورغم ذلك انتقدت ذلك الذي يعدس وانتقدت الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكفحة الشغب بس بس آه بس طيب واعتقال مئات من المتظاهرين الأخبار إيه؟ لا بس طيب واعتداء رجال الأمن الفرنسي على المتظاهرين إلى درجة أن كثير منهم اتحولوا للمستشفيات لا 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 كفاية كده دك واس أنهم طلعوا بيان وفي كل الأحوال شيء خير من لا شيء فضيحة مفوضية حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي آه دونيا ماتوفيتش أعرابت عن قلقها من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين داعية إلى احترام حق التظاهر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمنان قال إن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة المنح المتطرف الذي سلكه المخربون المنضوون في صفوف اليسار المتطرف الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال العنف إحنا بس يا جماعة قررنا إن إحنا نتصدي لأعمال الشغب اللي بيرتكبها بعض المخربين مخربين وأنت عندك مخربين مش أنتوا دايما بتتفشخروا علينا إن كنتم عندكم أساسا حريات مخربين مين؟ كانتوا اللي بدعتوا أساسا المخربين كانتوا اللي حطيتوا المخربين في قلب المنطقة العربية وفي قلب منطقة الشرق الأوسط من أجل تحقيق أهداف غربية مفضوحة مخربين مين؟ دا إحنا دفنين وسوا إزاي؟ طبعا لا في مخربين ولا نيلة هم بيبرروا استخدام العنف من قبل رجال الأمن للاعتداء على المتظاهرين أيوة طب فين الحريات؟ فين الديموقراطية؟ فين حقوق الإنسان؟ بالكاف طبعا ما فيش إجابة هم بيبرروا لنفسيهم لكن يحدث ذلك الذي يحدث في دولة زي إيران أو مصر عشان يحموا نفسيهم ويحموا سيادتهم ضد قوة إرهابية معروف توجهها وكانت متصوارة لا 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 مش من حق الدول العربية ولا من حق دولة زي إيران ولا من حق دولة تونس ولا الكلام الفاضي ده كله لما حصل المظاهرات في قلب دولة تونس وبدأت تونس أساسا تدق أجرس الخطر فقط من غير ما تتصدل المتظاهرين فوجئنا بإن وسائل الإعلام الغربية تنشر آلاف التقارير ضد الرئيس قيس سعيد رئيس دولة تونس وتقول لا 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 إزاي أنه هو ينتقد المتظاهرين؟ تخيلوا حضراتكم مش من حق واحد زي قصة عيد رئيس تونس أنه هو حتى ينتقد المتظاهرين بينما هم من حقهم أنه هم يعتدوا على المتظاهرين ورغم ذلك يقولك أصلا إحنا بنتصدل المخربين قال لا هو أنت عندك أنت مخربين على الرغم من أنك أنت اللي بدعت التخريب وبدعت التنظيمات التقريبية وضختها في قلب منطقة الشرق الأوسط فأنت عندك مخربين وإحنا كدول عربية ودول المنطقة ودول زي إيران ما عندهمش مخربين ده المخربين إنت اللي بعيتهم شفتوا حضراتكم ازدواجية المعايير خلونا نشوف بقية التصريحات وزير الداخلية وقال وزير الداخلية الفرنسي إن 1500 مخرب أعضاء في بلاك بلوك وهي مجموعات مخربين متطرفة اندسوا ضمن موكب الاحتجاج في باريس يا راجل طبعين بعينك كده طبعا ده كله كدب في كدب عشان يبرروا العنف اللي استخدموا رجال الأمن الفرنسي واعترف وزير الداخلية بارتكاب بعض عناصر الشرطة انتهكات يعني بعض الناس من رجال الشرطة ارتكبوا انتهكات يعني فين تهكات فساعدتك فين تهكات هلا فين البرلمان الأوروبي فين الولايات المتحدة الأمريكية فين مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فين الناس دي فين الأمم المتحدة ليه ما عقدتش حتى اللحظة الراهنة اجتماع لبحث تطورات الأوضاع والاعتداء على المتظاهرين في قلب فرنسا فين لمؤخذة وزير الداخلية الفرنسي بعضمة لسانه اعترف بأن رجال الشرطة ارتكبوا انتهكات وبرر لهم الانتهكات شفت حضراتكم المسائل وصلت لحد فين بس طبعا وسائل الإعلام الغربية ما عملتش زوم إن قوي على التصريحات دي لهدف نفس يعقوب وبرر وزير الداخلية لرجال الأمن الانتهكات وقال ربما يكون عناصر في الشرطة ارتكبوا على صعيد فردي ممارسات قد تتعارض مع ما تعلموه انت بتبرر بقى يبقى معنى ذلك ساعتك أساسا انت ارتكبت انتهكات لحقوق الإنسان انت اعتدت على المتظاهرين طيب البرلمان الأوروبي ما عقدش جالسة ليه بكرين حضراتكم لما 31 دولة أصدروا بيان ووقعوا عليه من بينهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية وأصدروا بيانات ضد الدولة المصرية لأن يا مصر يا حكمة الناس اللي ارتكبت عمليات إرهابية طوال سنوات ماضية خاصة في أعقاب فوضى 2011 وعلى الرغم من وجود وسائق أدلة مستندات فيديوهات ورغم ذلك أصدروا البيانات ضد مصر ليه بتنتهك أساسا حقوق الإنسان ورجال الأمن بيعتدوا على المتظاهرين على الرغم من أن ذلك لم يحدث بل بالعكس حدث العكس 31 دولة هجمت الدولة المصرية وقالت إزاي أن هي تجرؤ على محاكمة الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير بس يا حلولي طب والناس اللي تظاهروا دوله تم الاعتداء عليهم على الرغم من أن المظاهرات دي كانت مظاهرات مليونية يعني شارك فيها أكتر من 3.5 مليون بنا آدم ليه إحنا ما سمعناش صوت وسائل الإعلام الغربية ليه ما سمعناش صوت أمريكا ليه ما شفناش بيانات صدرت عن 31 دولة ليه البرلمان الأوروبي اللي بتشال وبنجعص في مثل هذه المواقف ما شفناش منه أي موقف ازدواجية معايير وفضيحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فرنسا الشرطة تواجه التهمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين منظمات حقوقية تندد بعنف الشرطة الفرنسية خلال مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد شفتوا بقى حضراتكم الفضايح وصلت لحد فين إلى درجة أن مظاهرات فرنسا ما فيش كتير اتكلموا عنها عشان تعرفوا حضراتكم أن هما لما بصدروا بيانات بخصوص حقوق الإنسان في قلب منطقة الشرق الأوسط مش للهو الوطن عشان بعض المنظمات الحقوقية في المنطقة وبالذات في المنطقة العربية كانت بتتبسط قوي بالبيانات دية تبت بالدليل القاطع أن هما كلهم أساسا عندهم نوع من ازدواجية المعايير وأن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والديمقراطية المزعومة بتاعتهم بحققوا بها أهدفهم القذرة أراكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر